منا رمال الله ينضم إلينا سيد عمار حجازي مساعد وزير الخارجية الفلسطينية أهلا بك سيدي على شاشة الغد أولا الهجوم الوحشي على هذه المنظمات الفلسطينية أو على المجتمع الفلسطيني المدني هل من دلالات توقيت لهذا الهجوم في رأيك؟ أعتذر عفوا أرجو عادة السؤال سيد عمار تسمعني الآن؟ نعم صحيح الهجوم الوحشي إن صحت الكلمة على المجتمع المدني الفلسطيني هل من دلالات للتوقيت لهذا الهجوم الآن؟ طبعا هناك دلالات عدة أولها الانجازات التي قام بها والدور الهام الذي يلعبه المجتمع المدني على مستوى الدولي وفي فضح الانتهاكات الإسرائيلية ونجاحات التي حققها في وصول بعض الشركات الهامة وشركات الاستثمار الهامة بوقف تعاملاتها مع المستوطنات وكذلك في إطار العمل الدولي وتزويد الأطر الدولية بمعلومات ووثائق حول انتهاكات الاحتلال الأمر الذي سيؤدي عاجلا أم آجلا إلى مساءلة الاحتلال عن هذه الجرائم عدا عن الرأي العام الدولي الذي يلعب فيه المجتمع المدني الفلسطيني دورا هاما في نقل معاناة شعبنا وتضحياته وألمه إلى العالم كل هذا صرفت إسرائيل المليارات لتحاول تقويده ولكن عندما فشلت لجأت إلى سلاح الأخير وهو سلاح القوة والقمع الذي اعتادت على ممارسته ضد أبناء شعبنا طيب يا سيد عمار الآن نحن أمام حقيقة واقعة ست منظمات صنفت على أنها إرهابية تأثير هذا القرار الإسرائيلي على عمل تلك المنظمات هل من صمت لها؟ هل يعلو صوتها؟ أولا يعتمد على عدة أمور أولها الموقف الدولي من هذه الإجراءات الإسرائيلية إذا كان هناك موقف دولي صلب وغير متراخي كما اعتدنا على المواقف الدولية فيما يخص الاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين ربما يردع إسرائيل لا شك أن العالم سيكون محرج من عدم اتخاذ مواقف وتحديدا أن هذه الجمعيات التي استهدفتها إسرائيل لديها شبكة علاقات دولية هامة وهي جمعيات محترمة ولها وزنها ولديها أيضا العديد منها لديها صفة مراقب مع الأمم المتحدة لذلك سيكون من الصعب على إسرائيل أو على المجتمع الدولي تحديدا أن يتجاهل ما تقوم به إسرائيل على مدار سنوات من استهداف لهذا المكون الأساسي من المجتمع الفلسطيني ثانيا لن يكون هناك كما استمعتم في تقريركم لن يكون هناك تجاوب لا من الحكومة الفلسطينية ولا من المجتمع المدني لهذه الإجراءات الإسرائيلية ربما يستطعون إغلاق مكاتب يستطعون اقترحام هذه المكاتب وتكسير مقتنياتها كما اعتادوا أن يفعلوا في مناسبات عديدة ولكن فعل هذه المنظمات وتأثيرها وأفرادها المنتشرين في العالم وأيضا عملهم هنا في الداخل لن يتوقف ولن تستطيع إسرائيل تقويد عمل هذه المنظمات ولن تتمكن الأمر الوحيد الذي ستحقق إسرائيل في هذا الأمر هو إعطاء هذه المنظمات أرضية أخلاقية أضافية لمواصلة نضالها طيب أتلمس معك سيد عمار الخطوة الفلسطينية التحرك القادم يعني الخارجية مثلا هل ستلجأ للجامعة العربية هل ستلجأ إلى مجلس الأمن ولأي درجة صراحة عولتم كثيرا على المجتمع الدولي ولا أحد يحاول مساعدة الجانب الفلسطيني هل مزيد من هذا التعويل الآن في رأيك؟ المسألة ليست تعويل المسألة هي مثابرة وعدم تركهم يتخلوا عن مسؤولياتهم الدولية ومسؤولياتهم كأطراف ثالثة ومسؤولياتهم المباشرة تجاه الشعب الفلسطيني وتقسيم فلسطين وكلما أوصلنا إلى الحالة التي نحن موجودين فيها أولا يجب عدم إعفاء المجتمع الدولي والخيارات طبعا مفتوحة هناك رسائل أرسلت إلى المكون الدولي بما فيها رئاسة مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة والأمين العام للأمم المتحدة كذلك هناك تحرك في جينيف وهناك لقاءات ستكون خلال الأيام القادمة مع المفوض السامي لحقوق الإنسان ومع المقررين الخاصين المعنيين في الحالة في الأرض الفلسطينية المحتلة وكلما إلى ذلك مع اللجان المختصة في هذا الأمور لن يركن الجانب الفلسطيني بشكل تام نحن اعتدنا أن نمارس عملنا ونقدم جهودنا على المستوى الدولي ولكن على الأرض سيتواصل العمل في فضح جرائم الاحتلال سواء من هذه الجمعيات التي هي مكون رئيسي من النضال الفلسطيني أو من الطرف الرسمي النضال الفلسطيني لا يقاس طبعا بما تستطيع إسرائيل القيام به من لجهة القوة على الأرض ولكن يقاس اليوم العالم كله على المستوى الشعبي لديه موقف موحد مما تقوم به إسرائيل والنظام الفصل العنصر الذي أنشأته على الأرض الفلسطينية ونعتقد جازمين أنه قريبا سيشكل ذلك ضغط على الحكومات لتأخذ مواقف متوائمة مع هذه المواقف الشعبية وبالتالي مساءلة الاحتلال عن هذه الجرائم وهذا تحديدا ما يزعج إسرائيل وما يجعلها تهاجم هذه الجمعيات وتسعى إلى تسكيرها وتقويل عملها طيب هذه نقطة جيدة للنقاش سيد عمار يعني ما الذي تخشاه إسرائيل تخشى من قوة هذه الجمعيات من صلابة هذه المؤسسات والمنظمات وسر هنا مسألة التمويل هي ترغب في تشفيف منابع التمويل لهذه المنظمات بالتالي لا تقوم بأي عمل ضد الاحتلال أو لكشف جرائمه ومدى انتهاكاته هل تنجح فيما سعاها في رأيك الآن؟ لا نعتقد نعتقد أن ما قامت به إسرائيل بالعكس صلت الضوء أكثر على النظام الفصل العنصري الذي أنشأته والقمع المتواصل ضد أبناء شعبنا وصلت أيضا لأن الشخصيات التي نتحدث عنها ورؤساء هذه الجمعيات هم أيضا ليسوا نكرة هم معروفين على المستوى الدولي ولديهم علاقات مع حكومات ومع أفراد ومع أعضاء برلمان وسيكون هناك احتجاج أعتقد الاحتجاج الدولي بدأ يظهر بشكل واضح يبقى أن يكون هناك وقف التعامل بمكيالين في الحالة الفلسطينية كما هو الحال عندما يكون اعتداء على المجتمع المدني في أي مكان آخر في العالم ونتوقع أن هذه كرة تلج ستتدحرج والذي سيصاب بها هي إسرائيل وعنجهيتها واحتلالها ونظامها العنصري ليس أكثر ولا أقل المسألة مسألة وقت ومثابرة وتحمل من الجانب الفلسطيني ونحن مستعدين لذلك على أي حال نحن بانتظار خطوة الخارجية الفلسطينية في هذا الإطار شكرا جزيلا عمارح جازي مساعد وزير الخارجية الفلسطينية شكرا جزيلا على كل هذا الطرح